بتصميم بنائي مستلهم من فن العمارة التي تبدو في قلاعنا العربية عند مدخل مدينة دمشق تقع بانوراما حرب تشرين التحريرية ووسط حديقة كبيرة يقع تمثال برونزي للقائد المؤسس حافظ الأسد بلباسه العسكري وهو يقود حرب تشرين التحريرية ومن خلفه غلاف معماري لمشهد تصويري يجسد صورة حية عن المعارك البطولية التي جرت في السادس من تشرين الأول عام 1973 يتضمن مدحف البانوراما ساحتين لعرض الأسلحة في الصحة الأولى تتوضع بعض النماذج من الأسلحة والعتاد السوري التي استخدمت في حرب تشرين وفي الصحة الثانية نماذج الأسلحة والعتاد الإسرائيلي التي استخدمها العدو والتي تم الحصول عليها بصفة غنائم حرب خلال المعارك القتالية ضد العدو الصهيوني وهناك أيضا العديد من اللوحات التي تعكس بوضوح عراقة العمارة العربية السورية وأصالتها ومنها لوحة كبيرة امتدادها 130 مترا وهي قطعة واحدة دائرية يتمتع الزائر بمتابعة مشاهد أهم وقاء حرب تشرين المرسومة على تلك اللوحات وخلال عشرين دقيقة من الجلوس داخل قاعد الدكو دراما ترافق تلك المشاهد مؤثرات صوتية وشروح عن المعركة مع الموسيقى وفي أسفل اللوحة مجال مليء بالشواهد والمجسمات العينية التي توحي بواقعية المشهد ومصداقيته وأيضا قاعة البانوراما التي تحتوي بانورامية حية تمثل حرب تشرين التحريرية وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز استغرق سنوات اشترك خلالها مهندسون سوريون ومعهم فنانون كوريون في وضع خطط العمل وتصميمه وتنفيذه ليبقى هذا المتحف الشاهد الخالد على ذكرى الحرب التي غيرت معالم التاريخ اشتركوا في القناة